ولاية قيدماغا بموقعها الجغرافي الحيوي والمميز حيث يطل على دولتي سنغال ومالي وبمخزونها الرعوي والزراعي الهائل خصائص جعلتها بئة مواتية للتنمية وصالحة للنهوض اليوم تشهد مدينة سليبابي انطلاقة الأيام التشاورية المنظمة من طرف المجلس الجهوي بالتعاون مع وزارة الداخلية واللمركزية ووزارة الشؤون الاقتصادية والترقية القطاعات الانتاجية ومنظمة الأمم المتحدة للطفول اليونساف من أجل إعداد استراتيجية جهوية للنمو المتسارع سعيا لرفاهية المواطن في ولاية قيدماغا إن تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية يشكل إحدى أولويات الحكومة وفي هذا السياق وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ الغزواني تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لللامركزية والتنمية المحلية وخارط الطريق تنفيذها وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث أسس وهي حكامة محلية رشيدة وشاملة ولوج الجميع للخدمات الأساسية تنمية اقتصادية محلية تمكن من تطوير مقدرات الأقاليم وتطبيقا لهذه الأسس تم إنشاء المجلس الوطني لللامركزية والتنمية المحلية إن هذه الإصلاحات الهيكلية تعتبر نقطة انطلاق إعداد الاستراتيجيات الجهوية للتنمية المحلية عيسى كوليبالي رئيس المجلس الجهوي في قدماغا أكد خلال مداخلته أن هذه الورشة تهدف إلى معرفة دور الفاعلين في تنفيذ هذه الاستراتيجية الجهوية في الولاية من خلال إشراك الجميع في نقاشات الورشات التي ستدوم طيلة خمسة أيام كما ذمن جهود الحكومة بتعزيز اللامركزية من خلال إنشاء المجالس الجهوية من أجل المشاركة في التنمية المحلية منوها بوجود مقرات حديثة للمجالس الجهوية بنيت من طرف الدولة ويتم تجهيزها من أجل تنفيذ الخطط الجهوية للمجالس مشيرا إلى تدخل جهة قدماغا التي قامت ببناء العديد من الفصول الدراسية متفرقة في الولاية وحفرت آبارا ارتوازية لمساعدة السكان في الولوج إلى الماء الصالح للشرب عمدة سلباب سيد محمد فال مكحل ثمن انعقاد هذه الايام تشاوري الجهوية التي ستمكن من معرفة الطريق الصحيح للتنمية في الولاية مشيدا بدور القائمين على هذه الورشات بمسعاهم للنهوض بالولاية وفي الختام تبع الحضور والمشاركون عروضا عن برامج الايام الخمسة القادمة حيث سيتم تخصيص كل يوم لنقاش العديد من المواضع المهمة كالصحة والتعليم والاقتصاد والنقل والبيئة إلى غير ذلك من المواضع الهامة في هذه الايام التشاورية التي تعنى بوضع خريطة واضحة للنماء في قدماغا بهبير اليدالي لقناة الموريتانية مدينة سليبابي